السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل بربع كيلو لحمة مفرومة أكلة موفرة وسهلة جدا وكمان مشبعة وهي بطاطس باللحمة المفرومة في الفرن وعلى الوش سوس الجبنة حاجة كده روعة بجد لازم تجربوها يلا مع بعض نشوف طريقة تحضيرها في البداية أنا معايا كيلو ونص من البطاطس متقشرة ومتقطع شرايح بالشكل ده وغسلنها كويس اللي يحب يعمل كيلو واحد من البطاطس يعمل لكن كيلو ونص كانت حلوة جدا واللحمة كمان كانت ظهرة فيها وكمان زودت معايا الكمية هنكون مسخنين الزيت هنزل بالبطاطس أنا عايزة اديها تحميرة خفيفة تبقى لونها دهبي هحمر كل الكمية أنا ما بنزلش بكل كمية البطاطس مرة واحدة في الطاصة علشان تتحمر معايا بسرعة وما تتراش مني بعد ما تحمرت هخرجها بقى أنا عايزة لونها دهبي كده كده تمام حلوة جدا هصفيها كويس من الزيت هكمل أنا باقي الكمية بالنسبة لباقي المقادير أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة وبصلايا كبيرة متقطعة وفلفلتين كبار متقطعين وبصلايا خضرة لو موجودة متقطع برضو صغير تمطميتين كبار مبشورين معلقة كبيرة من السلسة نص معلقة صغيرة من السكر علشان حمودة السلسة والطماطم ثلاث معلقة كبار من الباقدونس المتقطع معلقة كبيرة من التوم المفروم معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من البهارات ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون هنجيب تسع على النار وننزل بمعلقتين كبار من الزيت اللي حب يحط سمنة أو زبدة زي ما تحبه بعد كده هنزل بالبصلة المتقطعة أنا هديها تشويحة خفيفة أنا مش عاوزة حمرها هبدأ أقلب فيها أول ما البصلة تبقى لونها شفاف وتشف معايا كده أنا هنزل بالمعلقة الكبيرة من التوم المفروم هديله تشويحة خفيفة جدا بعد كده هنزل بربع كيلو اللحمة المفرومة وأقلب فيها وحاول أفكك فيها كده علشان ما تبقاش كتل معايا بالمعلقة كده تفكيك خفيف وأقلب لحد ما لونها يغير كله معايا النار معايا لازم تكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش ميتها ويبقى طعمها مش حلو كده اللحمة غيرت من لونها هنزل بقى بواحدة البصل الأخضر المتقطع صغير بتدي طعم حلو جدا جدا لللحمة والفلفلتين المتقطعين صغير وأقلب كده وديها تشويحة بعد كده هوسع مكان كده في النص للسلسة علشان أشوح السلسة فيها هديها تشويحة كده علشان ريحة المادة الحفزة اللي فيها تطلع وأقلب بعد كده هنزل بالتمتميتين المبشورين ونص معلقة السكر وأقلب كله مع بعضه أنا مش عاوز الخضار يدبل معايا هنزل بالتوابل والبهارات والملح الفلفل الأسود والجنزبيل المطحون والبهارات والبابريكا ومعلقة الملح الصغيرة وهقلب كله كده مع بعضه بعد كده هنزل بتلات معالق الكبار من البقدونس وديها تقليبة بتديها راحة حلوة قوي ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بعد كده أنا هنزل بكوباية من المية الصغيرة تكون المية معايا سخنة هديها تقليبة أول ما تغلي معايا ههدي النار عليها وغطيها عشر دقايق لحد ما تستوي معايا أهي بدأت تغلي هغطي عشر دقايق وهدي النار عليها بعد كده هستوت معايا وبقت بالشكل ده حلوة جدا وكمان لسه هتستوي تاني معايا في الفرن رحتها روعة كده جاهزة معايا اللحمة المتعصجة اللي هنحطها على البطاطس بالنسبة للطبقة اللي هنحطها على وش البطاطس أنا معايا هنا كوباية من اللبن البارد معلقتين كبار من الزبدة الطرية معلقة كبيرة من الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح رشة فلفل اسود قطعتين من الجبنة المسلسات ربع كوباية من الجبنة المبشورة ممكن شدر أو جبنة رومي أو موزاريلا اللي متوفر عند حضراتكم هنجيب التاصة اللي هنعمل فيها وهنزل بمعلقة الدقيق الكبيرة النار تبقى معايا هادية هبدأ أقلب فيها أنا عايزة ريحة الدقيق تطلع منها يعدو بتشويح خفيف هنزل بمعلقتين الكبار من الزبدة طرية وهقلب فيهم لحد ما يبدأوا يسيحوا معايا أنا مش عاوزة أحمرهم كده تمام الزبدة ساحت كويس في الدقيق هنزل بقى بكوباية اللبن البارد ممكن في الخطوة دي أقفل النار عليها هنزل واحدة واحدة باللبن وقلب كويس جدا علشان الدقيق يدوب كويس في اللبن بعد ما قلبنا كويس هبدأ أشغل النار تاني عليها وافضل أقلب باستمرار هنزل بنص معلقة صغيرة من الملح ورشة الفلفل الأسود وأقلب أنا بقلب بسرعة جدا علشان ما تكلكعش معايا وأول ما تبدأ تتقل خفيف كده هنزل بقطعتين الجبن المسلسات علشان يبدأوا يدوبوا معايا ولو عندكم علاقة كبيرة من القشطة ممكن تنزلوها بتدي طعم كريمي كده للصوص هقلب كده علشان يدوبوا مع بعض وبعد كده هنزل بربع كوباية الجبن المبشورة وأقلب كده تمام أنا هقفل عليها لحد ما الجبنة تدوب مع نفسها كده كده تمام هي جهزة معايا أنا هسيبها بقى يبقى احنا كده جهزنا الطبقة اللي هنحطها على وش البطاطس هنجيب الصينية أي صينية عندكم وهنزل بمعلاقة زيت خفيف وامسح بيها كل الصينية من كل الجوانب كده وبعد كده عندي هنا البطاطس اللي احنا حمرناها هاخد نص الكمية وارصها في الأعر من تحت الأكل دي سهلة جدا جدا ومتتخيلوش حضراتكو طعمها حلوة قدقيه وموفرة كمان وماخدتش مننا وقت طلعة روعة كده تمام أنا حطيت مصر كمية البطاطس في الصينية من تحت هرش رشة ملح خفيفة جدا بفلفل الأسود على البطاطس وبعد كده هنزل باللحمة اللي احنا مع السجنها هحطها كلها غطت لي كل الكمية وحلوة جدا جدا واللحمة كمان ظهرة فيها وكل الخضار اللي احنا عملناه مديها طعم حلو جدا جدا هساوي الوش بقى كده تمام هبدأ أرص باقي البطاطس على الوش هغطي كل الوش اللحمة كده خلصت كل كمية البطاطس على الوش هنزل أنا بقى بصوص الجبنة على الوش الكطع الصغيرة دي كطع جبنة لما تدخل الفرن هتسيح كلها مع بعض الصوص ده لما بينزل على البطاطس بيخليها طعمها كريمي كده طعمها حلو جدا جدا وممكن برضو لو حابين تستغنوا عن الخطوة دي وتحطوا جبنة مبشورة بس على وش البطاطس تنفع برضو بس الخطوة دي حلوة جدا جدا بتخلي البطاطس طعمها روعة بعد ما سويت الوش بقت خلاص جهزة معايا وبالشكل ده هسخن الفرن لمدة عشر دقايق على درجة حرارة متين وهدخلها في الرف اللي في النص بتاخد في حدود نص ساعة لو الوش ما تحمرش معايا بشغل الشواية دقتين بس وكون متابعاه وبعد كده قفل عليها وخرجها من الفرن وتبقى كده كمان جهزة معايا دخلتها الفرن في الرف اللي في النص اخدت معايا نص ساعة لحد ما سويت معايا واحمرت كمان من الوش بعد ما خرقتها من الفرن هسيبها عشر دقايق بس تهدى معايا وبعد كده هقطحها متتخيلوش حضراتكو ريحتها طلعة روعة قد ايه هبدأ بقى اقطحها علشان تشوفوها معايا من جوه شكلها ايه حضراتكو طلعة روعة حلوة جدا جدا السوس اللي على الوش بيديها طعم حلوة قوي قوي ايه شكلها من جوه حلوة جدا جدا بجد جربوها هتعجبكو جدا بازن الله يارب اكون افادت حضراتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكو كل فيديوهاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته